وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزياد من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 429 قضايا تموينية مستندية وعينية بمضبوطات بلغة 158 طن وفي مجالية حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تمضبط 35 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزياد من السعر الرسمي تمضبط 116 طن وفي مجال قضايا المخابس تمضبط 712 قضية من بينها 230 قضية خبز ناقص الوزن و208 قضايا خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط قضايا التهريب خارج منظومة توريد أرز الشعير تمضبط 20 قضية بمضبوطات بلغة قرابة 134 طن